اشتركوا في القناة على قطاع غزة والذي يمثل جريمة حرب ضد الإنسانية جمعا ومع السئناف الكيان الصهيوني حربه على غزة تتفاقم أعباء الوضع الإنساني الكارثي على سكان القطاع المحروم من كل شيء مشاهدي الكرام نناقش اليوم هذه المستجدات مع ضيفنا في الستوديو الأستاذ علي الخطيب وكيل محافظة المحويت أهلا وسهلا بك أستاذ علي أهلا وسهلا حياكم أهلا وسهلا إذا نسمح لي أستاذ قبل أن نبدأ النقاش مشاهدي الكرام نتابع هذا التقرير حين تغيب العدالة يحدث كل شيء ضدها هذا ما يؤكده واقع الحصار الصهيوني الشامل والمديد على قطاع غزة هناك في الأرض اللامنظورة دوليا يقترف العدوان الصهيوني أشكالا غير مسبوقة من جرائم الحرب والإبادة بحق سكان القطاع حيث تكاد تنعدم سبل العيش وفرص الحياة فالقطاع المحاصر ما زال تحت الاحتلال الاقتصادي الإسرائيلي كعقاب جماعي لأكثر من مليوني مدني يتمتعون باستقلال الإرادة وسلطة الاحتلال تتعامل مع غزة باعتبارها كيانا معاديا ومنطقة عازلة بين فلسطين والعالم وعلى هذا الأساس يساورها حلم أن تستيقظ يوما وقد ابتلع غزة البحر ويعتبر الكيان الصهيوني صيد الغزاوين في بحرهم وحرثهم في أراضيهم الزراعية عملا معاديا له لذا فكلاهما محظور ويستوجب الرد العسكري الفوري مع منع إمدادات الإغاثة ودخول المساعدات إلى القطاع وقطع الكهرباء والماء في جريمة إبادة معيشية جماعية يمارسها الاحتلال على نطاق واسع حتى في فترات لا حرب فالكارثة الإنسانية التي تعيشها غزة من الجور مقارنة بأي مأساة أخرى ناجمة عن حصار وإن بدت تأز اليمنية أقرب تطابقا في سياق المقاربة وعسكريا يؤشر الحصار دائما إلى طرف مهزوم يعاقب قوما منتصرين فلا يلجأ لحصار المدنيين إلا عاجز عن الاقتحام أو خاسب للمعركة وكذلك حار الحوثيين في تعز والصهاينة مع غزة أهلا بكم مشاهدي الكرام الجديد وكما نرحب أيضا نجدد الترحيب الأستاذ علي الخطيب وكيل محافظة المحويت أستاذ علي في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة وحصارها واستمرار الاحتلال الإسرائيلي قصفه على قطاع غزة وضررت أيضا تحرك العربي والإسلامي لإنقاذ المدنيين وكسر الحصار وكسر عزلة غزة ما سبب يترى عدم تحرك الدول العربية والإسلامية لكسر الحصار رغم ما اتخذ في التمة الأخيرة بالرياض من قرارات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أولا نشكر لكم هذه الاستضافة ونشكر لكم الاهتمام المتزايد بقضية غزة قضية العرب والمسلمين بل قضية الإنسانية الحالية وهي قضية إنسانية بامتهاز أما الحصار الخانج التي استخدمه إسرائيل على قطاع غزة فهو امتداد للحصار الذي لا يقل عن 17 عاما وجاء في هذه الفترة يعني أكثر إجراما وأكثر فتكا وأكثر قتلا وأكثر تشريدا وأكثر دموية يعني فلم يبقي على الأخضر واليابس شيء ويشاهده العالم كامل يعني يشاهد إسرائيل وهي يعني تفتك بهذا الشعب الأعزل الذي ليس له من المقاومة ومن أدوات المقاومة إلا ما صنعته الأياد الفلسطينية الحرة في قطاع غزة وفي الحقيقة أنه التداعي العربي والتداعي الإسلامي حول هذه القضية قضية ما يحدث في غزة هو تداعي يعني يرفع الرأس حقيقة أنا وغيري كثير يعني مكتعين أنه يعني جمة الرياض العربية الإسلامية كانت يعني جمة بما تحملها هذه الكلمة معنى فقد خرجت بأكثر من 31 قرار كل هذه القرارات تخدم يعني ما يحدث في قطاع غزة خدمت يعني القطاع من حيث من حيث يعني من حيث مثلا إدانة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة رفضت توصيف الحرب بأنها يعني دفاع عن النفس دعمت فك الحصار أو نعم دعمت تدعو إلى وتدعم فك الحصار دعمت جهود مصر في إدخال المساعدات إلى غزة بشكل فوري ومستدام وكافي وهذه قرارات ليست بسيطة اسمح لي دكتور دعمت عدة قرارات لفك الحصار عن غزة لكنها بنفس الوقت تظل القرارات حبرا على ورق إن لم تطبق وإن لم تنفذ كيف ممكن تنفيذ هذه القرارات؟ أنا أقول يعني القرارات التي خرجتها 31 قرار أنا أعتبرها سابقة إيجابية في تاريخ الدول العربية والإسلامية وإن كان هناك سابقة طيبة وإيجابية ما نمكنها لكنها في هذه الفترة كانت أقوى وكما قلت يعني سابقة وتسبقتها إيجابيات في حياة الدول العربية والإسلامية أمام القضية الفلسطينية لأن القضية الفلسطينية هي قضية العرب وقضية المسلمين وقضية أحرار العالم كامل فهذه القرارات هي قرارات قوية وقضية تحقيقها في الميدان هي تطلب إجراءات وأنا أعتبر أن أقوى إجراء هو أن يعني اتفاق كل الدول المجتمعة في الرياض أنها تدعم الإخوة في جمهورية مصر العربية أن تقوم بواجبها القانوني واجبها الأخلاقي واجبها الإنساني فقضية المعبر وإدخال المساعدات ووقوف هذه الدول المجتمعة إلى جانب مصر وإلى جانب الضغوطات التي تعرضها مصر إذن ما الذي قدمته مصر في ظل هذه القرارات لقطاع غزة؟ نحن نقول ما قدم ربما قد يكون في حقيقة أنه شيء القليل يعني فك الحصار وتوقف الحرب لمدة ثمان أيام تقريبا هي يعني بسبب الضغط القطري المصري نعم وموقفهم الإيجابي يعني وإن كان ما دخل إلى قطاع غزة يعني ليس بالشيء مقارنة بما كان يدخل يوميا إلى القطاع نعم لأنه كما قرأنا وتابعنا وغير ذلك أنه لا يتعدى واحد في المئة من احتياجات يعني قطاع غزة الذي دخل خلال هذه الفترة وليس معنا هذا الكلام أنه لا يتوجد هناك دعم هناك دعم من كل الدول العربية والإسلامية بل من العالم الإنساني من المنظمة وغيرها بس موجودة هذه القواطر يعني بما تحمل من مؤن موجودة خارج المعبر المعبر إذن في ظل القرارات التي نتجرت عن قيمة الرياض ما المطلوب عربيا وإسلاميا لكسر الحصارة على غزة هو المطلوب إجراءات القرارات موجودة المتفق عليها بين الدول العربية والإسلامية مطلوب ما هي الإجراءات التنفيذ نعم ما هي الإجراءات التنفيذية التي تنطلق نحن نحيي الدول العربية والإسلامية التي اجتمعت والتي ما زالت تجتمع أنها استجابت لنداءات شعوبها ولمظاهرات شعوبها وليعتصامات شعوبها ولوقفات شعوبها ثم نحيي فيها موقفها المسؤول لأن إلى جانب أنها استجابت للشعوب أنا أعتبره موقف مسؤول أن تجتمع وأن تخرج مثل هذه القرارات ندعوها إلى مواصلة السير والضغط بكل ما أوتوا يعني هذه الدول أوتيت من قوة لكسر الحصار وإدخال المعونات يعني المتفق عليها إلى قطاع غزة إذن ماذا أستاذ علي عن إذا شكلوا مثلا حملة وذهبت إلى قطاع غزة هل ممكن يسمحوا لها بالدخول أو كيف ترى ذلك؟ أنا قلت لكم الدعم موجود القاطرات موجودة بالمئات إن لم أقول بالآلاف خارج المعبر ممكن نحتاج قرار قوي أو إجراءات تنفيذية قوية الأدوات بيد الدول العربية والإسلامية كثيرة يعني على إسرائيل مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ عندنا أدوات يعني هناك بعض الدول العربية المطبعة مع إسرائيل يعني تبطل التطبيع وتسحب سفراءها والتبادل الموجود بينها وبينهم في السفراء سواء على أعلى مستوى أو على أقلية أو أوسطة اثنين يعني الجانب السياسي يعني توقيف الجانب السياسي مع إسرائيل كذلك الجانب الاقتصادي وهي أكبر وأهم ورقة التي يستخدمها العرب والمسلمين الورقة الاقتصادية لو استخدمت استخدام يعني صحيح وسليم ستأتي يعني مش إسرائيل بل ومن يدعم إسرائيل ستأتي راكعة ولنا يعني تاريخ يعني موجود عندما استخدمت سابقا أيام بعض الزعامات العربية والإسلامية هذه الورقة ورقة الجانب الاقتصادي يعني ركعت أوروبا كلها وركعت أمريكا كلها وركعت إسرائيل صحيح ونحن نتمنى على الإخوة أنه يعمل فقط يعني بعض الإجراءات لتحقيق هدف قطع قزة وإيصال هذه المعونات إليها صحيح أستاذ علي هناك طول أمد الحصار وشموليته والآثار المترتبة على الوضع المعيشي في غزة ماذا عن هذا؟ طول الحصار الموجود الآن في غزة هو الطموح إسرائيل أنه بهذا الأسلوب أن تركع غزة ولهذا لا نستبعد يعني عندما نشاهد الآن يعني قتل الأطفال النساء ضرب المناطق السكنية الآهلة بالسكان بطريقة متعمدة نعم مش واضح ما عادوش خفي يعني يعني تدمير البنية التحتية من مستشفيات ومساجد وكنائد يسدور عبادة متعدداها الطرق المستشفيات أيضا نعم مضخات المياه كل ما يمت إلى الحياة داخل قطاع غزة يدمر وقد دمر بأكثر من ما نسبته أكثر من 70% المتبقى الآن بيعملوا على تدمره لماذا؟ ليش؟ يعني لا شك أنهم يريدوا أن تركع المقاومة في غزة يريدوا من قطاع غزة أن تكون يعني طاردة تحتلوا سيئة الإسرائيلية لا أن تكون طاردة يعني يعني عبارة عن منطقة خراب لمقاومة للحياة فيها عبارة عن صحراء طاردة وهو هذا المخطط القديم الجديد مخطط أنه يخرج أبناء فلسطين وعلى في مقدمتهم أبناء غزة يخرجوا إلى الجنوب ثم بعد ذلك إلى سينة إذن نعم أستاذ اسمح لي أستاذ علي أن نشرك معنا في النقاش الأستاذ عبدالله عمر الحطامي رئيس جمعية الأقصى أهلا وسهلا بك أستاذ عبدالله أستاذ عبدالله هل كسرت الهدن الحصار على غزة وما الذي أحدثت الحرب على مستوى الأزمة الإنسانية والواقع المعيشي في غزة الهدن لم تستمر طويلا قطع أن نحكم على نتائجها لأنها قصيرة لكن هل كسرت الهدن الحصار على غزة لأن معبر رفح ظل تحت سيطرة اليهود الصهاينة وإشراف أوروبي وبالتالي فهو محكوم بقرارات الدولة الإسرائيلية والدولة الصهيونية يكفي أن نطلع على هذه الأرقام المخيفة التي تنبئ عن حجم الكارثة والتي أحدثتها الحرب الظالمة على قطاع غزة يعني هناك ما يقرب من مليون وسبعمائة ألف نازح هناك أكثر من ما يقرب من مائتين وسبعة وعشرين مركز إيواء هناك ما يقرب من سبعين صحفي استشهد هناك خمستعشر ألف شهيد هناك ألف وأربعمائة مجرة تلما ارتكابها هناك أمائة وأربعين مؤسسة صحفية صحية متضررة هناك ما يقرب من ستة وثلاثين ألف جريح هناك ما يقرب من سبعة آلاف مفقود وهؤلاء معظمهم يعني في إطار الموتى أو الشهداء هناك ما يقرب من مائتين وعشر طبيب استشهد هناك تقريبا ستين سيارة إسعاف متضررة حجم الكارثة كبير جدا جدا إذن أستاذ عبدالله كيف يمكن لغزة أن تتعافى من أضرار الحرب التي طالت معظم البناء التحتية في القطاع المحاصر التعافي أولا التعافي لا يأتي إلا من خلال وقف الحرب ووقف الحرب قرار يجب أن تتخذه الدول ذات التأثير في القرار الدولي العالمي التي تلعب دورا محوريا في هذا الصراع أو التي تغذي جزءا من هذا الصراع يعني تغذي جزءا من حرب اليهود على قطاع غزة وهذه الدول تتحمل المسؤولية الأخلاقية التأريخية الكبيرة في هذا الظرف الراهن كيف يمكن لغزة أن تتعافى من أضرار الحرب لا يمكن أن تتعافى كما قلنا إلا إذا تم إيقاف الحرب إذا تم إيقاف الحرب وألزم العدو الصهيوني بالتوقف عن ضربه بآلته الحربية المدن والمنشآت والقطاعات والأفراد والبيوت والشوارع والحدائق والمدارس والمستشفيات المستشفيات جريمة جريمة بشعة بحق الإنسانية أن يتم ضرب المستشفيات وهي محمية في القانون الدولي الإنساني وكذلك أن يضرب المستشفيات التي فيها المرضى وفيها الأطبة وكما رأينا ما يقرب من مئة وعشر الطبيب استشهد يعني إذن وما يقرب من مئة وأربعين مؤسسة صحية متضررة هذه أرقام حقائق يعني فغزة لن تتعافى من الضرار الحرب إلا إذا تم إيقاف الحرب تماما عندئذ يبدأ الناس يلملم جراحاتهم يعني يقومون بعملية رفع المخلفات تفقد الناس الذين هم يعني استشهدوا تحت أنقاض المباني ما هي الموانع التي تحول دون تطبيق قرار كسر الحصار على غزة على ضوء مخرجات قمة الرياض الأخيرة يعني مؤتمرات العرب للأسف الشديد يعني ليس لها قوة تعمل على تنفيذها ليس هنا قوة في الواقع تعمل على تنفيذها لا قوة يعني سياسية ولا قوة اقتصادية تمارس الضغط على إسرائيل في تطبيق قرارات كسر الحصار يعني القرارات الدولية ومن ضمنها قرار كسر الحصار الذي اتخذ من جهة المسلمين والعرب طبعا القمة الأخيرة كانت قمة عربية إسلامية وللأسف الشديد يعني 57 دولة لكنها عاجزة عن تنفيذ قراراتها التي تم اتخاذها أمام العدو الصهيوني طبعا العدو الصهيوني ليس هو الوحيد ليس هو الذي يعني يقف ضدنا وضد المسلمين وضد الفلسطينيين في هذه المرحلة الواضح أن إسرائيل هي مدعومة من أوروبا ومدعومة من أمريكا مدعومة من هاتين القوتين الدوليتين التي تتحكمان بالقرار نعم أشكرك جزيل الشكر أستاذ عبدالله الحطامي رئيس جمعية الأقصى ونعود إلى ضيفي في الستوديو الأستاذ علي الخطيب وكيل محافظة المحويت أستاذ جرائم العقاب الجماعي والتجويع التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق سكان قطاع غزة كيف يمكن أن نصفها أو كيف يمكن توصيفها هي جرائم حرب بامتياز إسرائيل لم تحترم أي اتفاقية إسرائيل تنتهج الحقوق والحريات إسرائيل بغطرتها بما تحمل من قطرسها وكبريا وظلم يعني تعمل على ما نشاهده ليلا ونهارا لماذا؟ لأنه هناك حامل حامل وحامي ورافعا اللي هي أمريكا نعم وداعمة اللي هي أمريكا ويعني إحنا لو سردت لكم يعني المخالفات الإسرائيلية يعني هناك مثلا الاتفاقية الرباعية العفوان اللي هي اتفاقية جنيف الأربع يعني تنص على يعني الاحترام يعني تنص على على احترام حق الجرحة وحق العسكرين المصابين وحق يعني حق كل هذه الفئة اللي التعرض في الحرب تمام؟ لهم حقوق حق الأطباء حق السيارات الإسعاف حق كل هذه إسرائيل كل هذه بتضربها ضربت سيارات الإسعاف قتلت الأطباء حاصرت المستشفيات واقتحمتها ودمرتها نعم ضربت المستشفيات واقتحمتها حاصرتها ثم اقتحمتها ويعني جعلتها أثر بعد عين إسرائيل لم تبقى على هذه القوانين التي يعني يعني وقعت عليها هي ومعترفة لم تبقى عليها نهائيا لم تبقى عليها ماذا عن هذا الموضوع؟ أعيد في قضية القوانين شوفوا إسرائيل يعني تتبر إسرائيل قلطرفا في اتفاقية جنيف الأربع على ماذا نصت هذه الاتفاق؟ يعفونا أه على ماذا نصت اتفاقية جنيف الأربع؟ اللي هي اللي هي تنص على قضية الحقوق حماية حقوق العسكرين الجرحى الأطباء المستشفيات يعني أنها هذه يعني لا يعتدى عليها ولا يتعرض لها وأنها في مأمن يعني من قبل الجميع من قبل المتحاربين ومع هذا يعني وهي كما قلت لكم عضو فيها وموجع عليها مادم عضو فيها أستاذ علي سمح لي وموقع عليها هل هناك عقوبات لمخالفة هذه الاتفاقية؟ صادرت عقوبات لكن لم لم تنفذ أي عقوبة على إسرائيل لماذا يا ترى؟ الحامي كما قلت لكم والحامي الأساسي لإمريكا يعني تستخدم حق الفيتو وتغطي على إسرائيل تمنع هذه العقوبات؟ وللأسف الشديدة هذه تحدث أمام مرأة أو مسمع مش من العالم العربي والإسلامي بل ومن العالم الإنساني كامل يعني الدول الموجعة على هذه الاتفاقيات يعني ربما بعضها لها موقف إنساني صرحت أو تكلمت لكن أين صور الضغط منها؟ نحن نتمنى على الدول الموجعة في هذه الاتفاقية اتفاقية جنيف تمام؟ أنها تضغط على تنفيذ ما صدر من قرارات في حق إسرائيل من عام 48 إلى عام 73 إلى عام 86 وهناك قرارات على إسرائيل لم ينفذ منها أي قرارة إذن ما دور في ظل القصف المتواصل على قطاع غزة واستهداف أيضا المستشفيات بشكل يعني بشكل مركز ما دور المنظمات الأممية وفي حماية المستشفيات والمرافق الصحية؟ دورها كما قلت تفعيل القانون الدولي يعني شوفوا مثلا هنا قال أصدر مجلس الأمن القرار رقم 1328 لعام 2000 الذي يطالب فيه إسرائيل يطالب فيه من؟ إسرائيل بالالتزام المطلق بالالتزام المطلق ويشمل الآتي التطبيق الفعلي لإتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين زمن الحرب تمام؟ بحماية المدنيين فمن بالنا باستهداف المدنيين واستهداف الحياة الآهلة بالسكان هو هذا الكلام الآن رغم أقل والملاحظ رغم كل هذه القرارات لا تزال إسرائيل بعيدة عن الالتزام بالقرارات الدولية وعن محاسبتها على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني رغم هذه القرارات التي صدرت ضدها وبحقها إلا أنها حتى اللحظة لم تلتزم ولم تنفذ بل وتصر على انتهاك الحقوق بأنواع هذه المتعددة ما الآثار أستاذ علي المترتبة على الحصار على غزة ومنع دخول المساعدات على أهالي غزة؟ لا شك أنه الآثار كثيرة وكبيرة على الشعب الفلسطيني الآن يعني مرضى الفشل مرضى السرطان الأطفال الخدج النساء الحوامل على أبواب الولادة يعني كل هؤلاء متأثرون يعني يعني بيتأثروا بهذا الحصار طيب بقية الشعب يعني القوت اليومي الغذاء الدواء الماء الكهرباء البنزين كل هذه كلها يعني محاصر الشعب الفلسطيني في قطاع غزة عليهم ومقطوع عليه يعني شك أنها يعني بتؤثر في الناس لكن لن تركعهم لن يركع لن يركع الشعب الفلسطيني وعلى رأسهم غزة لن يركع لأنه كل هذه النقاط كل هذه المحاولات هي محاولات ضغط نعم يعني يعني الحصار منع يعني فتحة معبر رفاح الضرب كل هذه هو من أجل ضرد المتبقين في غزة وما أكثر المتبقين يعني خرجوا فعلا في الحدود مليون وقليل هاجروا ومرهم على الهدناء رجعوا إلى بيوتهم نعم نعم هاجروا إلى بحسب طلب الأسرائيل نفسها أنهم يهاجروا إلى الجنوب هاجروا ومع هذا الحاجة هم بتضربهم في الجنوب نعم إذن يسمح لي توقفت لمدة أسبوع فقط وإذا بأبناء فلسطين صغارا وكبارا يعودون إلى مهازلها رغم أنها مدمرة نعم إذن يسمح لي أستاذ علي أن نذهب إلى هذا الفاصل القصير ثم نواصل مشاهدي الكرام يبقوا معنا أدون بطوفان هادر أدون كأعصار تائر أدون زطوفاً للمصرى وهسولاً في الحرب كواسر أدون بطوفان هادر أدون كأعصار تائر أدون زطوفاً للمصرى وهسولاً في الحرب كواسر أدون أهلاً بكم مشاهدي الكرام من جديد ما زلنا معكم في هذه الحلقة التي نناقش فيها استمرار حصار غزة وضرورة التحرك العربي والإسلامي لإنقاذ المدنيين وكسر عزلة غزة وكذلك تعقيدات معبر رفاح وأثرها على الوضع الإنساني في غزة وضيف حلقتنا الأستاذ علي الخطيب وكيل محافظة المحويت مرحباً بك أستاذ علي من جديد أهلاً أستاذ علي أستاذ علي كنا نتحدث قبل الفاصل عن الآثار المترتبة على المدنيين من الحصار وكذلك منع دخول المساعدات إلى قطاع غزة نواصل الحديث في هذا الموضوع نعم نعم هذا هو يعني الحاصل الحصار الضرب التضييق من أجل تركع غزة أقول لن تركع غزة المطلوب من دولنا العربية والإسلامية من المنظمات الدولية من الأمم المتحدة من مجلس الأمن لسيمان ورئيسها مجلس الأمن يعني له تصريح رائع جداً جداً أنتوني قتيرش نعم له تصريح رائع جداً جداً وزير الخارجية الأمريكي أمس تقريباً عندما زر إسرائيل كذلك يعني بيتكلم حول الحقوق الفلسطينية حقوق المواطنين المدنيين يعني هو جلاد هو جلاد وهو قاتل ويمشي في الجنازة ويمشي في الجنازة لكن مع هذا نقول صرح يعني مطلوب من مجلس الأمن من الأمم المتحدة أن يحترموا يعني هذه الهائية هذه الهائية الكبير هذا هذه اللي تعتبر ملجأ للعالم للإنسانية للحقوق للحريات هذه المنظمة اللي يعني يأمل فيها المغلوبون ومجهورون على مستوى العالم يعني يؤملوا خير يعني عفوا يؤمل المغلوبين والمجهورين يؤملوا خير فيها يعني أن يقوموا بواجبهم القانوني والدستوري لا نريد تعاطف مع أحد بقدر ما نريد أن يفعلوا قوانين ومتصنعواهم فقط نعم قوانينهم أيضا هناك تصليح وأن يفعلوا كذلك قراراتهم التي صدرت يعني أن يتصدر من هذه الأمم قرارات ثم لا تنفذ فلا بد من تطبيق قراراتهم نعم إذن أيضا صراحة بلينكين بالأمس أنهم مع استمرار الحرب على قطع غزة لكن مع ذلك يدعو إسرائيل إلى حماية المدنيين كيف ستتم حماية المدنيين بينما هم يستهدفون الأحياء المكتضة بالسكان يعني شوف بايدين أو بلينكين أو غيره يعني هؤلاء نسمع منهم أو نسمع منهم جعجعة فقط ولا نرى طحين نرى الطحين يعني وهو الطحن في الشعب الفلسطيني يعني سواء في الضفة يعني في الضفة يعني أكثر من مائة شهيد من يوم 7 أكتوبر حتى اللحظة أكثر من مائة يعني وهي ليست منطقة مواجهة مثل ما حدث في غزة بينما أكثر من 14 ألف يعني شهيد يعني بالأمس أمس فقط يعني في حدود قرابة المائتين مائة وثمانية وتسعين شهيد قرابة المائتين نعم أكثر من في يوم واحد فقط نعم أكثر من من ثلاثمائة جريح كم من البيوت يعني هدمت تماما هذه هذه الأمور يعني أتمنى على الأمم المتحدة أتمنى على يعني أصحاب القرارات واللي أصدروا قرارات ضد إسرائيل ومن أجل حقوق الشعب الفلسطيني أن يكون عندهم أن تعود إليهم الإنسانية وأن تعود إليهم الرؤية الصحيحة على مستوى العالم كامل وأن يؤمنوا أن مسؤوليتهم مسؤولية عامة وكاملة وشاملة في نفسه وليس حماية إسرائيل يعني نرى أو نسمع يعني القرارات الحقهم تصدر ثم لا نرىها يعني تتحقق في الميدان يعني هذا كلام يعني غير صحيح وغير سليم صحيح إذن أيضا نرى أستاذ علي تعمد الاحتلال الإسرائيلي إلى قصف المناطق الحيوية في قطاع غزة تدمير المصانع الشركات البنى التحتية من عكاسة ذلك على اقتصاد القطاع وحياة المواطنين واضح يعني ما ما أشيح واضح أنه في تأثر غير عادي يعني تأثر غير عادي المقصود من هذا كله كما قلت لكم يريد من من تهجير السكان إلى أن تهاجر أن لا يبقى فيها شيء من مقاومات الحياة أن لا يبقى فيها شيء من مقاومات الحياة هذه يعني ربما يعني تغضب يعني أصحاب الأخلاق وأصحاب الإنسانية تصوري يعني يعني قطاع غزة يعني أنا أتجد يوقف لها العالم كامل وخاصة للمقاومة احتراما وتقديرا لما يعني رأوه من قيم تمثلات عندهم في القيم أخلاقية إنسانية حضارية يعني يخرج الأسير الإسرائيلي من عند المقاومة الفلسطينية وهو بكامل صحته وعافيته وهو مبتسم وهو يسلم ويقول جود باي وهو يعانج يعني يعني يدل على يدل على قيم حضارية نحن نحترم يعني الإنسانية مش نحترم فقط من هم مسلمين نحترم الإنسانية ونحترم حق الإنسان وشعب غزة شعب غزة أعطى هذه الصورة الإيجابية الذي وقف كما قلت لكم يعني العالم كله تقديرا له بينما نتابع الأسراء الفلسطينيين الذين يخرجون من سجون يعني الإسرائيليين بل زادوا تعذيبهم عندما علموا أنهم سيخرجونهم ماذا يشكون ماذا يتكلمون حول السجون وحول ما يتلقونهم في سجون همان إذن أستاذ ما زلنا في الوضع الاقتصادي وتأثيريه على قطاع غزة تعقيدات ماذا عن تعقيدات معبر رفح على الوضع الإنساني في غزة وكذلك حجم المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة ومدى استجابتها الإنسانية لسد الفجوة الاحتياجات التي يحتاجها القطاع الدول العربية والإسلامية والمنظمات العالمية كذلك الشعوب يعني مطلوب منها الدعم لفلسطين وخاصة قطاع غزة وخاصة في هذه الفترة الحرية وما قدمته الدول فيه الكثير قدمت كل الدول بدون استثناء بما فيهم الدول الغربي يعني يعني كشعوب قدمت يعني لقطاع غزة لكن المشكلة أنه ما قدم ما زال خارج معبر رفع يعني حتى اللحظة لم يسمح إلا ما نسبته واحد في المية تقريبا يعني دخل إلى قطاع غزة مطلوب الضغط على إسرائيل مطلوب من الدول العربية كما يعني أعطت الإخوة في جمهورية مصر يعني رسالة إيجابية أنهم إلى جانب مصر ضد الضغوطات التي ستتعرض لها في قضية فتح المعبر وقضية إيصال المساعدات إلى الإخوة في غزة أتمنى أن تواصل هذه الدول العربية والإسلامية يعني ضغوطها إلى جانب مصر فعلا وأن يقفوا إلى جانب مصر في فتح هذا المعبر وإيصال المساعدات مصر ألا تستطيع التحكم في معبر رفح والضغط بإدخال المساعدات والله هذا السؤال يعني كما قال السؤال يندله اليابين يعني هو تحت السيادة المصرية ما في شك يعني هذا الكلام لكن يعني التدخلات الخارجية أمريكا إرهابها استخدام الإرهاب أمريكا تستخدم الإرهاب على الدول العربية وعلى الدول الإسلامية إسرائيل وما تعمله الآن واستهدافاتها إسرائيل في بداية فتح المعبر يعني حاولت يعني تستهدف يعني القوافل استهدفت القوافل فمصر لا شك مثلها مثل غيرها تريد أن تكون هذه المساعدة أن تدخل إلى قطاع قزة في مأمن يعني ولهذا نحن نقول نشد على الإخوة فيه مهرية مصر العربية جيادة حكومة ورئيس نشد على أيديهم ونقول للإخوة في الدول العربية والإسلامية نفذوا ما يعني أخرجته في قرارتكم في اتفاق أو في جمة الرياض وتفتح هذه المعابر وتدخل هذه القوافل إلى قطاع غزة وأنا أقول أقول للإخوة في الدول العربية والعالم الإسلامي بل وللإنسانية غزة هي محور الخير للإنسانية كاملة بما لمسنا منهم من قيم أمام الأسرع هذا الرسالة الأولى الرسالة الثانية الرسالة الثانية غزة هي ربما بل بالتأكيد أنها يعني محور الحق يعني ضد ضد ما زرع في هذا المكان الحساس من من جماعات أو من حركات متطرفة لا تخدم القضية الإنسانية فضلاً عن القضية العربية والإسلامية سواء يعني إسرائيل أو غيرها في هذا المكان إسرائيل هي بعب تمام مدعوم إحنا نقول للزعمانة في الدول العربية والإسلامية البعب هذا الذي تهدد تهددنا أمريكا به لن توقفه إلا المقاومة في فلسطين فيدعموا إخوانكم في فلسطين ادعموا إخوانكم في غزة فهم منكم وإليكم هم منكم لغة وهم منكم عرقا وهم منكم دينا وهم منكم إنسانيا يعني وتاريخ مشترك إذا نجاح المقاومة في غزة سيفشل كل مخططات الغرب على العرب والمسلمين إذا اسمح لي أستاذ علي أن نشرك معنا أيضاً في النقاش الدكتور عبدالقوي القدسي رئيس مجلس إدارة أكاديمية أفق بماليزيا أهلاً وسهلاً بك دكتور عبدالقوي لماذا لم يبدي المجتمع الدولي أي انزعاج من حصار ملايين المدنيين سواء في غزة أو في تعز الحقيقة بالنسبة للمجتمع الدولي تحكمه سياسات وتحكمه أجندات معينة بالنسبة للمجتمع الدولي لا نستطيع أن نقول أنه مجتمع موحد اليوم ولا نستطيع أن نقول هناك إجماع على حصار مثلاً غزة وحصار تعز أو شيء من هذا القبيل إنما هناك في ضمن المجتمع الدولي والمجتمع المؤثر أو بمعنى صح الذي بيده القرار والذي بيده القرار هذا يمضي في العالم وفقاً لأجندته ومصالحه في المنطقة سواء كانت في فلسطين أو في اليمن أو في غيرها من الأماكن فإذا كانت الأجندة أجندته أو سياسته تقتضي أن يقف ضد الحصار سيقف وسيأتي بكل ما يدعم أن هذا الحصار ضد الإنسانية وضد حقوق الإنسان وضد كل شيء جميل في هذه الحياة ويتخذ من الوسائل والأساليب ما يمنع هذا الحصار ليس نظراً لأنه أو ليس لأنه ينظر للحصار على أنه ضد الإنسانية أو شيء من هذا القبيل وإنما هذا الحصار لا يتماشى مع سياسته الداعمة للمحاصر مثلاً أو لسياسته التي تقتضي أن مصالحه ستتأثر من هذا الحصار أو غير ذلك فالقضية هي قضية مصالح دولية ننظر مثلاً كيف تكيل هذه البلدان بمكايير متعددة ومثل ما يقال سياسة الكيل بمكالين أو الدبل ستاندرد بمعنى النفاق هذا نجد كيف يتعاطون مثلاً القوى العظمى مع الأزمة في أوكرانيا ومع الصراع في أوكرانيا وكيف يتعاطون مع موضوع الاحتلال الصهيوني والضرب وحصر غزة وقتل العشرات الآلاف من الناس وتدمير الآلاف من المباني يعني لا يحتاج المسألة إلى تحليل ولا يحتاج المسألة إلى فهلوة ولا يحتاج إلى مراكز أبحاث لتعرف السباب إنما السياسة هذه السياسة وهذه المواقف تحكمها تحكمها مصالح الدول وعلى إثرها ممكن يسكتون لقتل ملايين البشر ويمكن أن يثاروا لقتل شخص أو شخصين أو طفل أو طفلين القضية إذن ليست تلك القضية الإنسانية وإنما قضية المصلحة لتلك الدول قد يكون في موضوع غزة وحصار غزة وقاتل الناس في غزة أهداف كبيرة غير معلنة للقوى العظمى لأمريكا ولغيرها ربما القضية الواضحة هي قضية الصراع الفلسطيني مع المقاومة للاحتلال السحوني الكذا هذه الأمور الظاهرة لكن ما خفها كان أعظم هذا بالنسبة للمجتمع الدولي أو بمعنى المجتمع المؤثر أو بمعنى الذي بيده القرار في المجتمع الدولي وموقفه من الحصار فالحصار الحقيقة لا يعني في شيء بل في هذا الحصار تحقيق لمصالحهم إذن كيف يمكن تحشيد موقف عربي إسلامي كاسر للحصار هذا نفس الكلام في نفس الموضوع نتحدث الآن موقف الدول الإسلامية موقف الدول العربية هي ليست منعزلة عن بقية العالم الدول العربية الإسلامية اليوم لأنها مشتتة فصوتها ضعيف ولا تستطيع أن تتخذ قرارات جريئة وقوية بالذات عندما يتعلق الأمر بموضوع مثلا يقال موضوع الإرهاب وما الإرهاب وكذا وأيضا الخلافات السياسية في المنطقة العبدور يعني الآن الكلام عندما نتكلم عن القضية الفلسطينية تربط بحركة مقاومة معينة هذه الحركة المقاومة المعينة يعني تنتمي إلى فصيل معين هذا الفصيل المعين أو هذه الفكرة والإدلوجية المعينة الحكام العرب أو جزء كبير منهم يقف ضدها بوقفة سياسية أو شيء من هذا القبيل فإذن تفرغ القضية من الأصل الذي يجب أن تسكن فيه وهي قضية العرب والمسلمين والقضية الأقصى وغيرها إلا قضية صغيرة بسيطة محصورة بهجوم ضد حركة طيب الحركة هذه أو الجماعة المسلحة أو الجماعة المقاومة في غزة كم نسبتها من أهل غزة من الشعب الفلسطيني كم نسبتها أولا طيب في حال أننا قضينا على هذه القلة أو المجموعة البسيطة التي تسليحها قليل الذي كذا طيب قضينا عليها هل معنى ذلك أننا قضينا على المقاومة هذا الجنون بعيني يعني الموافق الدولية والعراف المجتمعية والعراف الدولية أيضا والديانات السماوية كلها تتيح للشخص المحتدى عليه والمحتل أرضى أن يدافع وينافع ويكافح وأن قتل فهو شهيد كل الديانات الإسلامية السماوية تقر بذلك كل الشرعاء الأرضية تقر بذلك كل المواثقة الدولية تقر بذلك فمسألة المقاومة هذه لن تنتهي لم تكن هذه الحركات المقاومة حماس والجهاد وسرع القدس وغيرها موجودة قبل فترة من الزمان كانت منظمة التحليل الفلسطيني كانت فاتح وهكذا ستظهر فيما بعد حتى لو قدر الله أنها تم القضاء على هذه المجموعات المرابطة والمقاومة اليوم بسلاحها البسيط بسلاحها الخفيف يعني هذه الإمكانات البسيطة حتى لو افترض نقضي عليها طيب هل معنى ذلك أننا خمدنا نفس المقاومة هل معنى ذلك أننا حلينا المشكلة تماما لا لا يمكن مستحيل سيأتي يوم من الأيام ويزح هذا الاحتلال ويعني يعود الحق إلى أهله طال الزمان الزمان أمقصوا نعم دكتور ما الذي يجنيها العدو من مصالح بحصار المدنيين أنا أشرت إلى هذا أن العدو يريد يركع الناس هؤلاء يريد أنه ينتقم لكرامته كما يقال يريد أن ربما تكون سياسته سياسة تهجير الناس من قطع غزة إلى أماكن أخرى ربما مرتبط الموضوع موضوع التهجير بسياسة أكبر في سياسة الصراع بين أمريكا والصين وغيرها في مسألة الطرق التجارية وكثير ما يتردد مثل هذا يعني تمام هذه قضايا معينة يستفيد العدو منها كثيرا العدو الصهيوني هو يعرف أنه أصلا محتل ومصنف عالميا لأنه محتل وفلسطين ده لا محتل والمحتل لا بد في يوم من الأيام أن يرحل فكيف يفعل هذا العدو اليوم يحاول بقدر الإمكان أن يطيل أمد البقاء في هذه الأماكن طيب استطاع أن يحدث سيطرة نوعا ما كبيرة نوعا ما في أماكن أخرى استطاع أن يسيطر على الضفاء كذا بقية غزة تقاوم ويوم بعد يوم تطور من وسائل مقاومتها ولذلك لن يستطع أن يصبر كثيرا عن هذا الواضع لأنه ينظر أنه في بقاء هذا الواضع يعني الزوال له في المستقبل بطريقة أو بأخرى ولذلك لا بد أن يحاصل لا بد أن يضرب لا بد أن يجوّع لا بد أن يقتل الناس لا بد أن كل هذا تحاشين للمصير الذي يتوقعه المصير الذي ينتظره فهم في اعتقادي هذا ما يفعله اليوم الصهاينة يحاولون أن يؤجلوا ما استطاعوا من زوالهم وما استطاعوا تأجيله من زوال هذا الاحتلال الغاشم على الأرض الفلسطينية وعلى الشعب الفلسطيني وعلى البقاع المقدسة أجل أشكرك جزيل الشكر الدكتور عبد القوي القدسي رئيس مجلس إدارة أكاديمية أفق بماليزيا ونعود مشاهدي الكرام إلى ضيفنا بالإستوديو الأستاذ علي الخطيب وكيل محافظة المحويت أستاذ علي مقارنة من المجحف أو من الجور مقارنة الكارثة الإنسانية في غزة بأي مأساة أخرى لكننا حتى وإن بدت تعزة اليمنية أقرب إلى في السياق إلى المقاربة بما يحصل في غزة كيف يستثمر الحوتيين مأساة غزة أو بالأصاحة كيف ممكن أن نقارن ما بين حصار غزة وحصار تعز وأيضا طول أمد الجريمة سنوات ما يقارب ثمان سنوات من حصار الحوتيين لتعز وأيضا الحصار الممتد لسنين على قطع غزة أولا أعود إلى موضوع حصار غزة ومحاولة فك المعبر الحركة حركة المقاومة في غزة تبذل يعني جهد يعني غير عادي للوصول إلى اتفاق جديد يعني يحقق شروط المقاومة ويدعم في نفس الوقت صمود الشعب الفلسطيني واللي منه الغزاويين في هذا القطع و يعني في نفس الوقت في نفس اللحظة المقاومة جاهزة للرد يعني بمقدار إحنا الآن بنشاهد أمس الضرب حتى الليلة هذا حتى قبل أن أأتي إلى الستوديو يعني والضرب غير عادي على قطع غزة ومع هذا الرد من المقاومة وعلى رأسي مقاومة نعم مقاومة إزدين القسم أو فصال إزدين القسم يعني مقاومة قوية جدا جدا وإرسال الصواريخ إلى الأراضي المحتلة فإحنا نبشر أنه سيركعون إن شاء الله الإسرائيلين سيركعون وسيخضعون مش بالسياسة فقط سيخضعون إن شاء الله بالقوة بقوة الغزاوية نعم بالقوة التي يحملها أبناء غزة قوة الإيمان قوة العقيدة قوة الصمود قوة التفاف الشعب رجالا ونساء صغارا وكبرا حول هذه المقاومة رغم كل ما يحصل لهم من استعذاف وقصف رغم ما يعانوه يعانوا بيبحثوا عن شربة ماء بيبحثوا عن لقمة العيش بيبحثوا عن مكان آمن لسويعات ومع هذا صامدين وملتفين حول مقاومة فنقول هذه نقاط القوة في حياة غزة ستبقى صامدة وستكسر الحصار وستتركع إن شاء الله إسرائيل أما موضوع الحصار في تعز واستغلال الحوثة للموضوع فليس بعيد الحوثي بيستغل حشد باسم غزة حشد باسم العدوان الإسرائيلي حشد باسم الجهاد في فلسطين حشد يعني صحيح وإن كان الحشد لم يكن بما خطط وبما كان يرجو وبما كان يأمل لكن نقول حاول الذين حشدهم يعني بدل ما يرسلهم فعلا إذا كانوا صادقا إلى غزة أو إلى فلسطين وبعيد عليه كبعد المشرقين لأسباب كثيرة سواء أسباب جغرافية أو أسباب متعلقة به وارتباطه كحركة حوثية بحزب الله وبحزب وبإيران يعني هم متى قالوا له تحرك فعلا صناع رفع قرح هذه الفشنك أو فعلا هنا أو ومجرد يموت بيتحرك بيتحرك عبارة عن منفذ الأقل والأكثر ومع هذا يحاول يستغل هذا الوضع ويحشد بدلا يرشد إلى غزة يحشد إلى مأرب وتعز لكنه سيفشل قضية حصار تعز تعز صامدة ويعني ما ركعت ولن تركع ولا يحلم الحوثي ومن وراءه أن تركع تعز أو غيرها أو مأرب أو غيرها بل على العكس يعني يعني ربما يعني الأيام القادمة والقابلة بإذن الله تعالى تخبئ للحوثي ما لم يعني يتوقع وتصوروا بإذن الله تعالى إن شاء الله من نصر للشرعية ومن نصر لأبناء اليمن ضد هذا الإنقلاب الظالم أيضا ما نراه أستاذ علي من المقاربة أيضا القرارات التي صدرت ضد الحوثي من المجتمع الدولي ولكنها للأسف لم تطبق أيضا ماذا عن هذا نفسها أنا في مقابلة سابقة تقريبا قبل السبعين قلت أنه المرضع المرضعة واحدة لإسرائيل وللإثناء عشرية بشكل عام يعني في الوطن العربية وفي العالم الإسلامي من إيران إلى العراق إلى لبنان إلى سوريا إلى اليمن يعني فالفيتو اللي بيستخدم ضد القرارات اللي تصدر في حق إسرائيل هي نفس المجموعة بتستخدم يعني يعني قوتها لمن تحقيق هذه القرارات على الحوث يعني هنا نفس المخرج صحيح وصاحب السيناريو يعني الرافع والحامي الأساسي هم إذن أستاذ علي ماذا أيضا عن استثمار الحوثيين لمأساة غزة في فرض الجبايات على الجبايات المالية على المواطنين هذا كما يقولوا حدث فيها ولا حرج بيستغلوا وما أكثر الاستغلال عند الحوثيين في جلب المال ونهب المال وسرقة المال من جوب أبناء نحتم سمايات عدة الشعب نعم الشعب هذا المظلوم الشعب هذا المجهور الذي لم يبقى معه من المال يعني أغلب أبناء الشعب الآن إيش ملك وإيش المال لا مرتبة معهم لا استثمارات يعني اللي كانوا طبقة متوسطة انتهوا واللي كانهم طبقة الدنيا هؤلاء مساكن يعني ما بقى معهم كما يقولوا عندنا في المثال اليمنى السماء يعني غطاء والأرض لحاف ما بقى معهم شيء واللي عادهم ما زالوا يعني يتعايشوا مع البيع الشراء والتجارة في المحافظة التي ما زالت تحت سيطرة الحوثي يعني مستسلمين وخاضعين لابتزاز الحوثي سواء عن طريق الضرائب أو عن طريق هذه المسميات جبايات أيضا نعم هذه الجبايات نعم سواء لفلسطين أو لغيرها يعني خاضعين المستسلمين يعني إيش اللي يفعلوا منتظرين كان من أول يعني تذهب إلى الضحية لكن الآن ربما هي تذهب إلى القصور حقها الكبيرة في صنعها وفي صعدها وتذهب إلى إيران وقد شاهدنا سابقا يعني وهم يدعموا يعني ويرسلوا أموال اليمنين إلى الخارج يعني إلى الخارج نعم أجل إذن أستاذ ماذا عن الدعم الشعبي في اليمن لغاثة غزة أولا أنا أدعو يعني أبناء الشعب اليمني ذكورا وإناثا صغارا وكبير يعني وكبارا ميسورين وغير ميسورين نقول لهم فلسطين وخاصة غزة هي شرف الإنسانية وعلى رأسهم العرب والمسلمين وهي ناموس الجميع غزة لا سمح الله لو انكسرت انكسرت يعني الحرية والإنسانية وانكسرت المقاومة في كل مكان وانكسرت العرب وانكسرت المسلمين فنقول للجميع ندعمهم بكل ما أوتنا سواء بالمال أو بالمواقف أو بالمظاهرات أو بالمسيرات أو بالوقفات أو بالصوت الإعلامي بكل أنواع الدعم لا نبخل على إخوتنا في غزة ندعمهم بالدعاء يعني يقولوا يعني إقراء يسين وفي يدك حجر إلى جانب الدعم المادي وغيرها برضو نرفع يدينا إلى السماء والله سبحانه وتعالى لن يخيبنا هذا أولا ثانيا ما تقدمه اليمن سواء في إعلان الحكومة يعني عن دعم من المواقف نعم عن دعم عن دعم مادي أو مواقف نحو فلسطين نحو غزة يعني شيء مشرف أما ما يقدمه الشعب فراع جدا جدا يعني يعني أمس أحد الخطباء في مسجد المساجد يقول ما تم إرساله إلى قطع قزة يعني لا يقل عن 400 ألف دولار من مدينة واحدة مدينة مارب يعني 400 ألف دولار وكذا يعني تقريبا وسبعين يعني فدعم سخي تمام وكما يقولون من شعب الكريم من مقلين يعني يعني مقلين لأنه كما يقولون في الهوى سوا يعني البلاد برضو احنا محاصرين الحوثي محاصر البلاد ضرب المؤسسات ضرب دور العبادة ضرب القطاع الاقتصاد ضرب يعني الغاز والبترول ففعل كل ضرب الميناء الضبة ففعل كل شيء يعني وبقى على ما هو تحت يدي يعني يأخذ منه وتدر له المال لمناء الحديدة وغيرها يعني والجمارك والضريب وغيرها نعم إذن أشكرك جزيل الشكر أستاذ علي الخطيب وكلمحافظة المحويت والشكر أيضا موصول لكم مشاهدين الكرام ولمن كانوا معنا عبر الهاتف الدكتور عبد القوي القدسي وكذلك الأستاذ عبد الله عمر الحطامي انتهت هذه الحلقة والتي ناقشنا فيها استمرار حسار غزة واستمرار الاعتداء الإسرائيلي الصهيوني عليها وضرورة التحرك العربي والإسلامي لإنقاذ المدنيين في غزة وكذلك كسر العزلة عليها والتعقيدات أيضا ناقشنا تعقيدات معبر رفح وأثرها على الوضع الإنساني في غزة شكرا لكم مشاهدينا والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة